اذا عدنا حديث القاهرة رغم ان احنا من اوائل الدول او من اقدم الدول اللي اشتغلت على تدريس اللغات مع محمد علي ثم مع العظيم الراع رفاة طاوي لما انشأ من راست الالسن سنة 1835 الا انه ما اقرش فيها تدريس اللغة الصينية بعد العمر الطويل ده اللغة الصينية تنتشر انتشارا كبيرا تعلمها والرابع في تعلمها والتحدث بها في مصر وفي العالم العربي عموما النقل دي في حاجة الى ان نسأل فيها الدكتورة نادا مويس مدرسة اللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة اكاديمية السادات دكتورة نادا اهلا بك من ورانا اهلا بحضرتك تفتكلي ليه رفاة طاوي محتاج من ضمن المواد المقررة للغات هو الموضوع اللغة طبعا دايما بتبقى لثيقة بالظرف السياسي والاقتصادي بطبيعة الحال ففي التوقيت ده الصين ما كنتش مستقرة ابدا كانت بين ثورتين يعني او الثورة الاولى او الجمهورية الاولى بين جمهوريتين خلينا نقول بين الجمهورية الاولى والجمهورية التانية والغزو الياباني ويعني اسباب كثيرة لا وقمت عليك متواجه ضربا فكان كله فرنساوي يعني صحيح بدأ بالفعل الدعوة للتوجه الى الشرق في الخمسينات مع الحركة الاشتراكية الكبيرة في العالم كل صحيح فقبل كده لا في التوقيت التلاتينات ما كانش الصين يعني كانت الصين مشهولة في حربها مع اليابان وكذا فبعد اقامة الدولة بقى 1949 اقامت الجمهورية التانية او الجمهورية الحزب الشوعي القائمة دلوقتي ابتدت الصين تكسب العالم طبعا انشاء علاقات دبلوماسية وكذا فاحنا يعني علاقتنا مع الصين بدأت يعني عملنا عملنا تفقيق ثقافية 54 لكن العلاقات دبلوماسية بدأت 56 ومن هنا بدأت تدريس مع الصين الشعبية انما الصين ما قبل الصين الشعبية برضو كانت في علاقات قائمة طبعا كان فيه كانت تايوان يعني كانت الكومنطانج يعني ممثل في ايوة كان ممثل لكن لما الصين بقى سندت مصرف كذا كذا ففي الوقت ده يعني حاجات سيارسية كتير يعني انما لا كذا كذا احسن اقولك كذا كذا لكن احنا كنا مندرس زمان في كليات لغات شرقية ما كناش حاطين برضو الصين واليابان اللغات دي كجزء من دراسة اصيلة واساسية يعني حتى كان لغات شرقية وحسن ما تتخصصي بقى وحسن ما تشوفي ده برضو نقلة حصلة كبيرة بالاهتمام باللغة الصينية التحديدة طبعا طبعا لكن كمان ما هو الموضوع برضو بيتوازى مع بدء الصين نفسها في البحث في كيفية تدريس اللغة الصينية كلغة تانية ده بدأ في الخمسينات ما بدأش من زمان قوي يعني بالزبط يعني هو في الربما بعد المحاولات من العشرينات من المستشرقين يعني الأجانب اللي راحوا عاشوا في الصين وكذا لكن بدأت بشكل يعني مبدائي جدا بالزبط 1950 وبعد كده يعني فضلنا عشر سنين مثلا الأمور يعني بتابت خطواتها الأولى آآ يعني الأبحاث في تناول اللغة الصينية كلغة أجنبية تدريسها الأجانب آآ 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 بعد كده جاءت سترى ثقافية وقفت الموضوع طبعا لحد عشر سنين ما هو سترى نداول بالزبط 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 فالحد عشر سنين وكذا كذا لعمل لأن بالزبط يعني يعني كان مجمول بقى العصفير ويعني يعني 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 انغلقت الصين خلينا نقول نعمة كانت منفتحة على العالم في الوقت ده فطبعا ما بدأش تاني تدريس اللغة الصينية يعني احنا حصل محاولة وحيدة لتدريس الصينية في وقت الخمسينات كان تمانية وخمسين بالزبط أرسلوا يعني يقبلنا معلم صيني في جامعة القاهرة وبعد كده تنقل الفصل ده لعين شمس ده بقى للألسن بتاعتنا بس كان فصل مسائي ما كانش يعني تعليم نظامي آآ واستمر لحد واحد ستتين لحد ما توقفت لكن رجع نظامي تاني يعني أعاد إحياء قسم اللغة الصينية في الألسن سبعة وسبعين آآ فمن ساعتها وإحنا القسم ده موجود طبعا واتبنى عليه بقى يعني في أقسم تانية جات بعد دي بس أقدمهم وأكبرهم في الشرق الأوسط مش بس مصر هو ألسن عن شمس غريبة يعني 79 بدأت الصين بقى التجربة الكوبرى بتاعتها فيبدو نتيجة افتتاح قسم الصيني عندنا في الألسن اللغة الصينية اللغة واحدة يعني ولا لغة بلهجات متعددة هي نفسها كلغة لها خاصية مختلفة عن اللغات الأخرى الصينية هي دي بقى يعني بتزهر هنا المشكلة ليه الصيني بالنسبة لنا صعب آآ وصعب فهنا بالنسبة لنا آآ يعني اللغوي لازينا ده بس وقاله نعم يعني طبعا الإجابة المختصرة طبعا صعبة إنما الإجابة الأكثر تدقيقا هو يعني فيه لغوي بريطاني لما سألوه عن سبب انتشار اللغة الإنجليزية اسمه ديفيد كريستل قال قال فقالوله هل سهلتها فقال بالتأكيد لا لأنه ما هو فيه وقت في تاريخي ما كان اللاتينية هي المنتشرة صحيح في وقت تاني كان لغة العربية المنتشرة هل دول سهلين مش بالضرورة صحيح وحاجة تانية أنه الطفل الصيني اللي عنده ثلاث سنين ليه هو بيتكلم ليه صري سهل عده جدا آه فيش أي مشاكل فهنا يعني إذن أين تكمن الصعوب بس خليني قبل ما أجاوب على السؤال ده أجاوب على سؤال حياتك اللي فات الصين مش طبعا مش لغة واحدة بس يعني أو اللغة المنتشرة مع السياسات اللغوية الحديثة هي الماندرين أو اللغة الفصحة الماندرية زي ما بيقولوا وفيه لغة تانية اسمها الكانتونيس دي في الجنوب بالذات في المقاطعة اسمها جواندون وهونج كونج بقى والمنطقة دي لكن اللغات نفسها من ناحية اللغوية ملتكلم عن اللغة مكتوبة ومقروعة؟ شفاهية وتحريري؟ ملتكلم عن الله جبس؟ لا المنطوق اللغة المكتوبة يعني فيه اتحاد بين كل الصين في اللغة المكتوبة الرموز هي واحدة يختلف بس المبسط والتقليد يعني الأديم والجديد أما اللغات المنطوقة هي يعني بالدراسات بتقول إنه فيه سبع لهجات كبار لكن يتفرع من دول بقى نوصل يعني عشرات لهجات الصينية داخل الصين لأنه برضو الصين المجتمع متنوع على عكس من الناس بتتصور بالزبط هو طبعا القومية القومية الأساسية اللي بتمثل أكتر من 10% هي قومية خان وهما دول بتكلموا اللغة الصينية اللي احنا نعرفها وكذا لكن فيه 56 قومية في الصين فكل قومية ليها تقاليدها ولغاتها وكذا فرجوعا للسؤال الأولاني ليه أو فين صعوبة اللغة الصينية ده لي علاقة بإنه ممطق الصيني مختلف أو فلسفة اللغة الصينية مختلفة تماما عن لغتنا الأبجادية المعروفة فخلينا نقول باختصار شديد عشان ما خشش في تكنيكاليتيز لغتنا اللي احنا نعرفها هي لغات تجريدية اشتقاقية يعني كتاب هو احتفاء أن احنا مع بعض لأنه مجموعة الحروف دي هتعني الشيء ده إنما وأواش تقم إنه بقى كتب ومكتبة وكذا إنما اللغة الصينية لغة تصويرية تركيبية وخلني أقول مثال بسيط قوي يقرب الفكرة إنه مثلا على موضوع تصويرية الفعل يحمل مثلا وده مثال دايما بيستوديمه مع الطلبة بتوعي الفعل يحمل في العربية هو يحمل ماننش ده هو بيحمل إزاي إنما في الصينية الحمل ده غير الحمل ده غير الحمل على الكتف غير الحمل بإيد واحدة غير بإيدين وهكذا فهو بيرسم صورة الشيء وهكذا بدأت اللغة هو بيرسم الشيء يعني صورته الخصيصة التانية وهي إنها تركيبية هي مكونة يعني إحنا عندنا مجموعة كلمات بنعمل بينها زي المكعبات كده تبديل وتوافيق نطلع كلمات جديدة مساهمة محمد للمدرسة دي جملة لكن اللي أنا بكلم جواك كلمة نفسها الكلمة نفسها يعني مثلا كلمة أرض دي وكلمة تو صورة أحطهم جنب بعد دي تو صورة الأرض إذن الخريطة وهكذا العقل الإلكتروني أو العقل الكهربائي يبقى وده الكمبيوتر وهكذا فهي لغة تركيبية فيكمن صعوبتها بالنسبة لمن بقى؟ هو بالنسبة لنا إحنا متحدثي اللغات الأبجادية لإنه إحنا ماشيين بمنطق معين وفجأة بنلاقي الصيني اللي هو مختلف الفلسفة تماما تماما من جانب ومن جانب تاني ده بيعنا عكس يعني أو المشاكل دي بتظهر بسبب كمان إحنا طريقتنا لتدريس اللغة الصينية هي لسه وغدا طريق الترفاعة التغطوبي بقى بتاعة الألسم اللي هو إن إحنا نستخدم اللغات الأبجادية أو اللغات الغربية في تدريس اللغة الصينية وأنا من وجهة نظري ده أحد العقبات إزاي يعني إحنا مندرس إنجليزي الصيني مش عربي صيني؟ لا لا بندرس الصيني بمنطق اللغة الأبجادية مش بمنطق إن ده لغة فريدة لها خصائصها يعني المثال على ده إنه معظم الأقسام الصينية وهي دلوقتي تصل 25 قسم في مصر ما بيدرسوش الرغوظ الصيني آه عدد ومؤخراً ده حصل مؤخراً يعني لو هنركز على التطور التاريخي للموضوع التدريس الصيني عش كده يعني كنا بنتكلم عن ده من شوية إنه زي ما قالت حياتك الألسن بقت يعني 77 بدأت فضل سنين طويلة قوي مفيش غيرها لحد ما جامعة الأزهر فتحت في لغات وترجمة قسم صيني سنة 2001 لحقها جامعة القاهرة في أداب 2004 لحقها جامعة قناة السويس 2006 ومن ساعتها برضو فضلنا سنين طويلة مفيش غير دول يمكن بعض الجامعات الخاصة جامعة مصر جامعة كذا عملوا أقسام سيني في 2009 بعد كالبومنج بقى أو يعني الانفجارة في الأقسام حصلت بالزبط بداية من 2014 وأكثرها من 2016 فجأة فتحنا 13 أو 14 قسم آخرين و... و... فتحر قوي عادينا نقيم علاقات اقتصادية مع الصين وكل حاجة بضعها جاي من الصين وفوانيس رمضان جاي من الصين وصين جايين لسه ندر الصيني 2014 يعني... لأ ما هو عندنا من 77 بس كان محدود شوي هذا الانتشار هل له أي تفسير عند حضرتك البومنج ده؟ يعني أتخيل من وجهة نظري أنه لي علاقة كبيرة قوي بالاتفاقية اللي احنا مضيناها مع الصين 2014 اللي هي اتفاقية التعاون الشامل أو التعاون الاستراتيجي الشامل دي مضيناها مع الصين 2014 وبعد كده مضينا أو دخلنا مبادرة الحزام والطريق وده كان 2016 وده السنة بالزبط اللي بدأ فيها الموضوع ينتشر قوي كده من جانب لأنه الصيني بقى مطلوب أكتر والصين عملها تروج ثقافياً لأنها لقت انها بعد سنين طويلة من الترويج الاقتصادي فقط ما بقاش كافي فضروري الترويج الثقافي يتبع لها ما عنداش قوة نعمة يعني ما عنداش قوة نعمة كافية بالزبط والصين تدركت ده بقى لها شوية كويسين فشغل على ده كويس قوي منه سياسات نشر اللغة الصينية والثقافة الصينية بطرق مختلفة طبعاً زي المنح وكذا فده كان من رأيه وكان سبب طبعاً ورحة الصين قامت في الصين فترة قاعدت في الصين بشكل متقطع مشورة بعد عشان الماجستير والدكتوراه واشتغلت شوية فكله على بعضه يعني أقل من ثمان سنين شوية مشافهم قليلين يعني هل اللغة الصينية عندما الحديث بها مع أهلها غير اللغة الصينية في مما بالأدب والكتابة واللغة في المجلدات بقى والوثاق؟ ما حسب بقى ده ورده بقى جمال الصيني إنه قبل ما أرد على دي عايز أقول إن الصيني أو اللغة الصينية هي أقدم لغة حية بمعنى يعني إحنا أقدم حضارة صحية أو مصر أقدم حضارة صحية بس الهيروغلفية خلاص يعني راحت ودخل علينا ناس تانين لكن الحضارة الصينية امتدت من أول ما بدأت لحد دلوقتي طبعا حصل تطويرات كتير في اللغة إنما لسه فلسفة اللغة زي ما هي زي ما بدأت فصينية أديمة قدم التاريخ أقدم لغة حية على الأرض أقدم لغة حية على الأرض وده اللي يخليها سرية جدا جدا سرية طبعا جيدة ومليئة وعبر التاريخ يعني الوصائق عبر التاريخ مختلفة اللغة مش مختلفة تماما إنما يعني التطور باين فمثلا يعني إحنا كان في لغة تانية اسمها وين يان وين أو اللغة القديمة أو اللغة التقليدية لحد 1717 لما قرروا يستخدموا ما يسموا اللي هي باي وين خوا اللي هي اللغة العمية وهما عملوا المبادرة دي بقى مع الحركة الثقافية الجديدة وبتاع والانفتاح على الغرب وكذا فقالوا إلا إحنا هنستخدم اللغة العمية وخليني أقرب الفكرة في ده إنه كأنه اللغة التقليدية دي كانت لغة الفلاسفة واللغة الكلاسيكية كأنها زي كتل هيروغليفية عندنا لكن اللغة العمية هي زي الديميوتيقية أو الهيراتيقية وقتها فاحنا بدأنا من هي بدأوا يستخدموا العمية في الوصائق والكتابات فهنلاقي الكتابات قبل وأول يعني دليل على ده كان أدب لو شوين لو حدثك سمعت عنه الأديب الشهير ده عمل مذاكرات مجنون وتكلم فيها بقى احنا قد إيه كرهيني المجتمع الإقطاعي وكذا وكذا فمن 1917 هنلاقي الوصائق مختلفة اللغة عن ما قبل وكذا فطبعا اللغة متعددة متعددة الأشكال جدا لكن نفس الفلسفة والتعامل اليومي مختلف عن النص المكتوب لا يعني مش بالتساع يعني زي اختلافنا اللغة العربية أنت بتروحك كليون فوصحة يعني يعني لو واحد بيجي لنا هنا مستشرق فولا إنني أريد أن ألتقي بك غدا صباحا في تمام التاسعة ولا بتقول له عابلك بكرا ساعة تسعة بالصيني بتقول له أني فيهم بقوله الفوصحة أقابلك غدا ساعة تسعة بس هذه نقطة تانية وبرده عايزة أختصر فيها أنه اللحن المكلم فيه ده كان الصيني نفسه من التقليدي أو من الكلاسيكي للحديث إنما بقى جوه الحديث هو إحنا أخذنا لهجة بكين تكون هي اللهجة الستاندرد أو هذه المعيارية وتبقت سياسات لغوية مختلفة من 58 مونستونغ قال لأ إحنا كلنا نتكلم لغة واحدة زي ما قلنا فيه تعدد لهجات وكذا فلا كلنا نتكلم لغة واحدة وهي البوتونخوة أو اللي بيسموها اللغة الفوصحة ودي اللي بنتعلمها فده من 58 فيه سياسات لغة بتعمم ده على الصين كلها فهنتلاقي الشباب كلهم بيتكلموا الفوصحة دي يعني اللي هو ما نستغربش لو في العالم العربي بدأنا نقول نركز مع سياسات اللغة نتكلم الفوصحة لقينا بعد عشر سنين بنتكلم زي الكارتون عايز لا هو الكارتون كان بيكلم فوصحة تدحكك إنما فوصحة أحسن بكده بكتير طيب حول درويش لو بيت من الشعر راعة شطر كده يقول لك أنا لغتي وفعلا المجتمع هو لغته يعني أخيرا بقى ممكن تقولي للمشاهدين يعني تحية باللغة الصينية على اللقاءنا النهاردة بس كذا؟ تقولي لك في بوكرة الـ50 نصيحة للمواطن الصيني في مصر أن بكرة على صفحة طرابية لما ميطين بياو چو من 因为 ميطين يو هنداد فون شكرا جدا دكتور الاندقوليس شكرا لها دكتور الاندقوليس شكرا للغاية إلى فاصل